اشتركوا في القناة 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 اللي هو ستة وستين ده اللي محطوط على الانترفيس بتاع الروتر صح انما انا وارد جدا يكون لسه معايا لكشة اي بيز ممكن استخدامها سبعة وسبعين وتمانية وسبعين وتسعة وسبعين سبعة وستين وتمانية وستين وتسعة وستين وسبعين على حسب بقى على حسب لو انت شاري مثلا ستاشر ادرس لو انت شاري اتنين وتلاتين ادرس فاهم فتبدأ تعمل ايه بقى انت واحد بس بتستخدمه على الروتر ماشي والباقي بيكونوا في جيبك ملومش استخدامه صح سلاش اتنين وتلاتين سلاش اتنين وتلاتين دي معناها انك انت طالع ده لاب اي بي واحد بس طب هعمل ايه بقى بلوكشة الاي بيز الرئي اللي انا شاريه مغير مستخدمين هعمل حركة ظريفة او مشان هنا انترنل عندي اكتر من جهاز وليكن مسرا عندي الجهاز اكس وعندي الجهاز واي 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 اخد واحد اتنين هعمل ايه هدوء جاي عامل ناتنج هنا على الروتر ده هوت هيينيبه للنات ونوع النات استاتيك ونوع النات استاتيك دي معناها ايه هقول للنات كده لو جالك ريكوست من الادرس اللي اسمه 192.168.1 عايز يطلع برة شيله وحط الريا للفلاني بداله اما لو جالك ريكوست من 192.168.1 شيله وحط الريا للفلاني بداله فاذا ايه ها هكاريت نات تابل هكاريت ايه نات طيب كده بالشكل ده بقى انت محتاج كم ريال عندك واحد ايه انا محتاج بعدد الاجهزة اللي جوا مش هطلع كل جهاز بريال تمام طب انا كده عملت ايه وفرت كوست ما وفرتش كوست بس وفرت سيكيوريتي عليت سيكيوريتي اي نعم انا اشتريت لكل جهاز ريال اي دي انما ما حطتش الريال اي دي على الجهاز نفسه انا حطه على راوتي والادرس ترانسليشن شغال صح؟ طيب كده بقى سكة الرجوع انا على فكرة سكة الرجوع دي تهمني جدا سكة الرجوع يعني ايه؟ يعني سيه مثلا انا قلت له الادرس اللي هو واحد واحد معايا كده طلعوا بواحد واربين مية ستة وتسعين عشرين ستة ستة والادرس واحد اتنين طلعوا بريال اي بي ستة سبعة معايا؟ الويب سيرفرز بقى اللي موجودة على الانترنت لما يجوا يردوا علي ولا يكن ده مثلا ويب وده ويب ده ويب وان وده ويب تو ويب وان هيرد على الرجوع اللي اسمه ايه؟ ستة ستة ويب تو هيرد على الرجوع اللي جايله من ستة سبعة ماشي؟ النات بقى لما يستقبل ال RESPONSE ده وقت هيقدر يدفرينشيت بين التو RESPONSE ولا لا؟ لان اللي بيرد علينا على ستة ستة انا عارف انا شيلت اني برايفت واستخدمت ستة ست صحي كده فهبص تلاقي ان سكة رجوع سهلة مفياش اي مشاكل خاص تمام طيب الديس ادفانتج بتاع الموضوع ده هو ان فيه اوفر لود عليك في الادمنستراشن ليه لانك هتطرى تعمل نات تيبل هتطرى تقول كل استاتيك يطلع بالريل فلاني معاه طيب ده بالنسبة لليه للستاتيك بالنسبة بقى للديناميك نات الديناميك نات ده عبر عن ايه نفس الكونسط بالزبط عندي الراوتر والراوتر ده هو تواخد ريل ولكن ده واحد واربين مية ستة وتسعين اشرين ستة ستة وهنا فيه اجهزة ده واخد واحد واحد وده واخد واحد اثنين مثلا معاه كده ولا ايه ماشي الفرق بقى الوحيد ما بين الستاتيك والديناميك يعني لو انا جيت هنا عملت انيبل للناد انك مش محتاج تدديكيت يعني تهجز ريال اي بي بعينه لبرايفت بعينه يعني ايه هو الطبيعي برضو انك تواني برايفت انا محتاج وان ريال محفوظ بس انا مش محتاج اقول ايه لو جالك ريكو يستمين واحد واحد طلعه بالريال اي بي واحد واربين مش محتاج مش محتاج الحوار ده اما انا عاملها ازاي بقى انا هدينه البول بتاعي رينج الاي بي زي الريال اللي انا جابهم من السيرفيس بروفايدر فهم كده وقلوا ايه وقلوا يا نات لو جالك ريكو يستمين جوه سيليكت انت اي ريال طلعه بيه مفهوم انا مش وفهوم فهو كده او كده هيعمل ايه هيعمل حركة دي اي ريكو يستجاه من جوه هيبدأ يشيله هيبدأ يشيل السورس ادرس ويحط اي ريال من البول اللي انا ادتهاله سكة الرجوع نفس الحوار اللي هيرد على ريال الفلاني انا هبعارف ان ريكوز ده هو الداخل لمين جوه انا هبعارف الريسبونس ده داخل لمين جوه مفهوم انا مش مفهوم فكده مفيش ايه مشكله البيت بقى هو اللي فيه قصة ازاي الراوتر بتاعه ناخد الريال اي بي ده والناحية التانية في البيت بي سيز ده واحد واحد وده واحد اثنين معا كده انا عايز بقى الناس دي كلها وهم طلعين كلهم يطلعوا بوان ريال اي بي يبقى كده اي بقى تقول برايفت هنعمل اي بقى هنستخدم وان ريال معايا او مش معايا سكة الطروع سهلة جدا اي ريكوست يجيلي من دول وشيل السورس ادرس حط الريال بتاعه يطلع براه المشكلة بقى ان الريسبونس كلها لما تجيلي هتجيلي على نفس الريال اي بي مفهول طب انا ازاي هقدر اديفرينشيات ما بين الريسبونس المختلفة مفهول اه يعني انا في الستاتيك والديناميك اللي كان بيرد علي على الادرس ستة وستين كنت بقى بعارف ان ده داخل مية اتنين وتسعين مية اتمانية وستين واحد واحد اللي يرد علي على الادرس سبعة وستين كنت عارف ان ده داخل لواحد اثنين مفهول انما دلوقتي كلهم انا انطلعهم بنفس الريال فلما يجيلي بقى ايه ها لما يجيلي ريسبونس ايه اللي هيحصل اطلق بقى فلازم استعين بجزئية تانية مش عندي في اللير بتاعتي الجزئية دي اسمها البورت ادريسيز اللي هي موجودة في اني لير في الترانسبورت لير اللي هي لير فور صح وقال لي اصلا اي ريكويست خارج من اي جهاز لابد ان هو هيتحط عليه سورس بورت ودستانيشن بورت السورس بورت اي حاجة فوق الالف تلاتة وارف ودستانيشن بورت رقم الابليكيشن اللي هيكلمه هناك سي مثلا انا بعمل ويب براوزنج يبقى الدستانيشن بورت هيبه 80 صح فانا دلوقتي لما يجيلي ريكويست تركز معايا من الادرس اللي اسمه 192 168 واحد واحد عايز يروح للويب سيرفر اللي هو اربعة اتنينات اللي موجود هنا على النات خلي بالك ان الراجل ده كان قال لي ان انا بإنشيط العملية دي بورت رقمه 1024 وعايز اكلم الدستانيشن ده على بورت 80 صح كده؟ صح؟ طيب النات ده لما تيجي تشيل الحتة دي يعني لو انا اجيب دلوقتي اه يلاك اللون عشان انت بشايفها الطبيقية اللي النات بتعمل ايه؟ بتشيل ده وتحط ايه؟ وتحط الريال بتاعها اللي هو واحد واربعين مية ستة وتسعين عشرين ستة وستين عشان الريكوست ده يعدي من السيرفز بروفايد الرودة النات ده هتعمل حركة صريفة كمان وهتروح جاية شايلة ده وحط حاجة خاصة بيها معاي كده؟ وليكن مثلا على سبيل المثال مثلا يعني الفين اربعة وعشرين الفين اربعة وعشرين ماشي؟ طب انا دلوقتي لو جالي بقى ريكوست من مين؟ لو جالي ريكوست انترنال تاني من واحد اتنين هو بيقول لي ايه؟ انا مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد اتنين عايز اكلم ولكن اي سيرفر تاني مش شرط اربعة اتنينات يعني ماشي؟ بكلمه بالبورت ده الف خمسة وعشرين على بورت ثمانين ايوم النات هتعمل ايه بقى؟ لما يجيلها الريكوست ده؟ نفس الكونست بالزبط هتشيل ده وتحط مثلاً الفين خمسة وعشرين وهتشيل ده وتحط الريال اللي هو ايه؟ برضو ستة وستين واخبالك ان الـ انا طلعتهم بنفس الريال اي بي انما بقى السيرفر اللي اسمه اربعة اتنينات لما يرد علي هو يرد علي على بورت كام؟ الفين اربعة وعشرين ماشي؟ والسيرفر اللي اسمه اربعة اربعات ده لما يرد علي هيرد علي على بورت كام؟ فنا هابعارف بقى هابعارف ان الراجل اللي فرد علي على بورت الـ انه ده سيتنين نoe فسكة الرجوع بيت سهلة بالنسبة لي ادلت ان انا ادفرينشايت ما بين الريسبونس المختلفة بحاجة معينة مش الاي بيز بقى لا البورت نامبرز البورت نامبرز علشان كده بيسموها ايه باد بورت ادرس ترانسلاشن بورت ادرس ترانسلاشن بفهم كده طيب لو انا عايز اعمل بقى القصة دي لو انا عايز اعمل القصة دي من جره ايزا هاجي على اي سيرفر عليه ويندوز سيرفر 2003 واركب كارتين ناتورك واركب ايه كارتين ناتورك هاجي في الكنترول بانل هنا ده اي وان و اي تو اي وان ده المفترض حضرتك هتديله ايه ها هنديله مثلا البرايفت اي بي واحد مية مسلا واحد مية مسلا معايا وهنسمي ده انترنل هنسمي ده ايه انترنل واركومنتد انك تيجي كده بين قصين وتكتبله الادرس بتاعه ده ركومنتد مني انا يعني مش من مايكروسوفت بالشكل ده علشان تبقى عارفة ليه ها الراجل ده واخد اي ادرس ماشي؟ هاجي على ده هتديله الريال قليكن مسلا واحد واربعين مية ستة وتسعين عشرين اللي هي مزاجة دينه سبعة وستين بالمسك ده ماشي؟ المفترض بقى ليه؟ ها ستة وستين ده هوت يبقى الادرس بتاع مين؟ مفترض الراوتر بتاع الجيتوي بتاعه اللي هو مين؟ مفترض الراوتر بتاع service provider معاكده؟ ماشي ده اللي بيحصل في الريال لايف واسمي ده ايه؟ اكسترن ده واخد واحد واربعين مية ستة وتسعين عشرين ستة سبعة ماشي يا شباب؟ طيب واجهة افتح بقى الادمنستريتف تولز راوتنج اندريموت اكسس هتلاقي عندك الديفولت هنا لما بتفتح routing and remote access ان السيرفيس دي disabled السيرفيس دي disabled صح مترايك لك كده وتقوله configure and enable routing and remote access next custom next هنختار ايه بقى لان routing وممكن تختار nat او ممكن بعد كده تخشت ايه تضيف ال nat اش هتفرم معايا في حاجة اقول له next بعد كده finish هي start service هاجي هنا في ال IP routing هلاقي ال nat ايه already موجودة هاجي في ال static route زي ما انتفقنا اكاريت ايه default route صح هقول له ايه بقى ها لو حد سألك على حاجة مش عارفها بماسك ما تعرفوش اخرج من كارت النتورك الاكسترنال ارمي على مين الله يفتح عليك ارمي على هلله فعنيального عاييب التخية ؟ ايه 해놓و Magic هذا earlier ارمي ال cd زي ما بناتدleye دي المكناة دي لما بحط عليها جيتوي هو اوتوماتيكا اللي بيحط في الراوتنج تابل ان لو حد سأله على حاجة مش عارفها اللاست ريزورت بالنسبة له جيتوي مفهومة اللي مش مفهوم يعني مغير معاملها بصوا انا ما عملتاش لس انا ما عملتاش لو جيت هنا في الستارت بتاحت السيم دي وقلت له ايه قلت له روت برينت اعرض للراوتنج تابل فتلاقي ان هو اوتوماتيكالي هتطلق دي فولت روت ان لو حد سألني على حاجة مش عارفها هطلع من الانترفيز ده اللي واخد 67 ارمي على 66 فلو انت حطيت جيتوي انت مش محتاج انك انت تعمل ايه تحط دي فولت روت ده ماشي انما لو انا ما حطيتش جيتوي على كارت النتورك يبقى يلزم ان انا حطله الايه ها الدي فولت روت معروف كده طيب هاجي بعد كده على النات راك ليه كده وقوله ايه نيو انترفيز لازم النات نحدد له اتنين انترفيز الانترفيز البيت اللي هيستقبل الريكوست عليه والانترفيز الريال اللي هيستخدم الريال ايدي اللي عليه علشان يترانسلات السورس ادرس بتاع البيت للريال مفهوم الا مش مفهوم ماشي نيو انترفيز ده الانترفيز البيت او انترنل ده الانترفيز اللي هينات هتلسن للريكوست بتاعت الناس اللي جوه عليه مفهوم كده الا مش مفهوم او او كي نيو انترفيز اكسترنيل الاكسترنيل ده اني يبقى ده البيت اللي هينابل عليه الناتنج يعني ايه اللي هينابل عليه الناتنج ياه يعني اللي الاي بي بتاعه هيستخدم في عملية الادرس ترانسلاشن مفهوم اللي مش مفهوم حالو لو انا قلتله ايو او كي يعني لو انا جيت على ايو كي يبقى انا كده شغال باتنج يبقى كل الناس هتطلع بنفس الريال اي بي والناس هيدفرنشيات ما بين الريكوست المختلفة بالبورت ادرس لو انا جيت على الاكسترنا الانترفيس دهوت ودخلت في ادرس بول هتلاقي في حاجة اسمها ايه بقى ها مكان كده تقدر تحط في ايه your internet service provider assigns this ادرس بول مكان تقدر تحط فيه لكشة الريال اي بي اللي انت مستخدمها بقايا يعني ايه يعني اقوله 41 196 20 من 6 8 مثلا بالمسك ده اداني اخر السابنت لوحده قالك اخر اي بي في السابنت دي 79 صح؟ اوكي كده ايبقى انا عملت ايه؟ لو دست عبلاي اوكي كده ايبقى انا عملت dynamic net dynamic net ليه؟ اي ريكوستهيج من جوه المفترض ان انا هسلكت اي ريال من دول اطلعه بيه فردنا ان انا عايز اقليبها استاتيك بقى ها reserve public addresses اجف reservation اقوله ايه؟ add لو جالك request من ال private الفلاني اهو this computer on the private network اطلعوا بيه؟ ها اطلعوا بالريال الفلاني مفهومة اللي مش مفهوم صعب الكلام في اي مشاكل وممكن كمان اضبلش كمبيوتر معين على الانترنت يعني الكمبيوتر معين بيلعب امليكيشن معينة اخلي الناس تشوفوا بالريال اي بي بتاع الفايروول او بتاع الراوتر ده مفهوم كده يب يسموها publishing فممكن تعملها ايه؟ من خلال ايه؟ النات طبعا النات طبعا زي ما احنا عارفين النات بتنابل معاه فايروول علشان تبروتكت نفسك يعني على كارت الناتورك اللي ايه؟ الريال نفسه ممكن بجالب النات ممكن كمان تنابل فايروول مفهوم كده ولا مش مفهوم تمان ممكن بقى بعد كده عايز تتفرج على الريكوست المختلفة هتقوله شو مابينجز شو مابينجز دي ايه؟ يعني فرجني مين؟ مطلعه بقاني ريال مفهوم ولا مش مفهوم ماشي؟ ده المفترض العملي بتاع ايه؟ بتاع النات طيب